خلينا بقى نتكلم على ماتش النهاردة ماتش النهاردة لو حضراتكم فاكرين نادي الاهلي 48 ساعة بس هي اللي كانت بتفصله بين ماتش الاتحاد وماتش المصري البرسعيد نادي الاهلي لما بيتكلم على او احنا بنتكلم هنا بلسان حال النادي الاهلي وبنطلب ان احنا النادي الاهلي الراحات لا كده في ضغوط الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي نا لما بتكلم انا طبعا ببقى بصص لمصلحة النادي الاهلي لما جينا نتكلم الاسبوع اللي فات او الستوديو اللي فات والستوديو اللي قابله احنا تكلمنا عن مصلحة النادي الاهلي وعن مصلحة اي فريق بيمثل مصر في البطولات الافريقية ما تكلمناش عن الاهلي بس وقلنا بالنص كده حتى لو نادي الزمالك بيلعب في بطولة الافريقية وبيمر بنفس الظروف كنا هنطالب الرابطة بنفس الكلام اللي احنا طالبنا للنادي الاهلي وللاندياة المصرية اللي مكملة فيحنا ما طالبناش طبعا من حق ان انا ادور على مصلحتي في عالم الكرة او في اي عالم بندور على المصلحة الاول المصلحة الخاصة ولكن كمان فيه مصلحة عامة احنا دايما هنا في قناة الاني ما بننسهاش وتكلمنا عليها ولو رجعتوا عدراتكم من استوديوين الفاتو هتشوفوا ان احنا اتكلمنا بصفة خاصة الاول وبصفة عامة لجميع الاندياة المشاركة اللي بتمثل المصر في البطولات الافريقية